موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام لعدد جديد من برنامج الأسبوع الجزائري حلقتها اليوم نتناول فيها أزمة الأساتذة المتعاقدين لماذا يسر المتعاقدون على نظانهم غير المسبوق رغم فصل القوانين وتعنت الوصاية ألم يحن الوقت ليستقر القطاع ويعطى صانع الأجيال حقه لماذا أو ألا تعتبر أو يعتبر وقول اتهام الأساتذة بالمحسوبية والمعرفة إساءة لكل القطاع هذه الأسلة وأخرى أطرحها على ضوفي الكرام أسعد باستضافة السيد زوبيرا روين عضو مجلس الأساتذة الثانوية الجزائرية أهلا وسهلا أهلا وسهلا سعيد بوجود في قناة نوميديا تيفي العفو كما أسعد باستضافة سيد سامير القصوري عضو المكتب الوطني لمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ أهلا وسهلا السلام عليكم الإخوة المشاهدين عليكم السلام على شمال سيد الزرق عزدين عضو المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم بأيك الله فيكم استضافة العفو مشاهدنا الكرام نشاهد هذا التقرير ثم نعود لفتحبا بالنقاش 100% نقول كيفاش بالمعرفة بالمعرفة بالمحبة بالقربة بروكسيميتي كوليسانس غيزوغولاسيونال هكذا كان رد وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريط على الأساتذة المتعاقدين الذين يطالبون بالإدماج المباشر دون اجتياز مسابقة التوظيف المزمع إجراؤها نهاية الشهر الجاري من خلال الاتهامات الأخيرة لهم بالمراض النفسي وكذا الوصول إلى مناصبهم بالمعرفة متهمة قطاعها بالضلوع في ذلك احتجاجات ومسيرات ماراطونية مشيا على الأقدام فاقة 250 كم انطلاقا من بجاية إلى بودواو لم تستطع الوزيرة أن تحرك ساكنا إلا باحتساب عامل الخبرة بنقطة واحدة لكل سنة خلال اجتياز مسابقة التوظيف لا خضوع ولا رجوع الإدماج حق المشروع هو شعار الأساتذة المتعاقدين في الحركة الاحتجاجية والتي اعتزموا فيها بكل قوة رفع التحدي والصمود من أجل الإدماج المباشر في مناصب اشتغلوها واكتسبوا الخبرة فيها لعدة سنوات والله من العيب والعار أنه نرى أستاذ 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 يبات على الكارتون عيب وعار أنه نشوف الأستاذ مضرب عن الطعام منذ حوالي أربعة أيام والسلطات المعنية لا تدخل عار 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 على الدولة الجزائرية أن الأستاذ المتعاقد فيها وين والأستاذ والمسؤولين لا أحد يتدخل بعد أيام أو لم نقل أسابيع من التنديد بقرارات وزارة التربية التي ترفض جملة وتفصيلا نداءات وانشغالات الأساتذة المتعاقدين لم يجد هؤلاء الأساتذة الذين دفعهم الخوف من شبح البطالة سوى اللجوء إلى الإضراب عن الطعام رغم تدهور الوضع الصحي لعديد المحتجين الذين أخذوا من الشارع مبيتا لهم هكذا كانت المسيرة تعسف الوزارة تجاه المضربين وتمسكها بعدم الاحتجاج والذي ولد انفجارا في قطاع التربية تابعها دخول نقاب الكنابست في إضراب ليوم واحد بجميع الأطوار التعليمية كل هذا يصب في خانة واحدة الإصلاحات التربوية الأخيرة الفاشلة فهل ستستجيب وزارة التربية الوطنية لمطلب الأساتذة المتعاقدين أم أنها تضعهم في طي النسيان أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد نستهل النقاش مع سيد زوبير وينة سيد زوبير 240 كم من المشي على الأقدام احتصام ومبيت في الشارع حركة غير مسبوقة طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هي حركة غير مسبوقة أغتنم فرصة وجودي معكم في الستوديو هذا من بركم الكريم باش في هذا الذكرى ذكرى يوم العلم باش نرسل تحية تحية لكل الأساتذة ولكل عمال القطاع وخاصة للأساتذة الموجودة المعتصمين في ميدان الإدماج تحية نتمنى من خلالها أن رمزية هذا اليوم تكون سبب في حل هذه الأزمة ولأن التاريخ سيسجل سيسجل بأن في يوم من أيام في يوم ذكرى العلم الأستاذ يرقد كما قال في الفيتيار الأخ الكريم يرقد في الكارتون إذن هي سابقة سابقة تاريخية في تاريخ الجزائر لما تمنينها تكون لكن هو أمر واقع على الأسف الشديد نعم المبيت في الكارتون السياسة بيروينة لا يعتبر إساءة للأستاذ ألا توجد طرق أخرى للاحتجاج على قرارات الوزارة وللغم الحصول على حقوق للأسف الشديد يحدث هذا مع الأستاذ من يحسن الإيصال الوجع التاعو هذا الأستاذ الذي يرى هو بيداغوجيا هذا الأستاذ الذي من المفروض من السهل أنك إذا كان الدولة الجزائرية بمسؤوليها عجزت عن مخاطبة الأستاذ فما بالك فما بالك الإنسان البسيط إذن هذا هذا بالنسبة لنا يعطينا درس ربما للمستقبل بأنه انطلاقا من لو نحسن التفاوض لو نحسن الحوار ما نوصلوش لهذا الدرجة وهذا إشكال كبير في تعاطينا مع الأزمات في تعاطينا مع المشاكل التي تعيشها المدرسة الجزائرية نعم لكن أستاذ زوبير يعني من أين يتيتم بهذه الإرادة حتى تقوموا بهذه الحركة يعني هناك الكثير من العوائق أقول هناك قانون الوظيف العمومي فاصل في هذا الأمر يعني ما فيهش إدماج مباشر من دون المرور عبر المسابقة وهناك كذلك يعني تحرك من طرف سلطات لإيقاف هذا الاعتصام طبعا من يملك الحق لا يحتاج إلى مبررات من أجل أن يثبته من أجل أن نملك من الحجة الدامغة بأن ما نريده للمدرسة من خلال هذا المطلب اللي هو الإدماج لنقابتنا أيضا في الفيتيار تعكم أيضا نحن ندخلنا فيه يوم إضراب ونستقلم عن نقابات الأخرى في نفس اليوم لدخلوا فيه النقابات حبينا نضغط من خلاله باش نخفف الوطأ على المدرسة باش الاتجاه يكون سهل نحو الحل من خلال هذه الأيام واليوم المجال ستعى النقابات رأي تجتمع لتنظر في الحل نتمنى إن شاء الله يكون موقف من السلطات العلية اللي يحل هذه المشكلة إرادتنا نابعة من قناعتنا قناعتنا بأن الإدماج يخدم المدرسة الجزائرية لماذا يخدم المدرسة المدرسة اليوم أفرغت من الخبرة المهنية الأساتذة القدم رمي نزيف كبير رمي يروحوا حتى بالنسبة لتقاعد المسبق إذن لا رمي يروحوا لأن المدرسة رأي تعيش أو الوضع في المدرسة يعني كين معاناة كبيرة الأساتذة ما يظنوش بهذا الناس اللي رأي طلب مطلب التوظيف والإدماج يعني رأي في وضع مريح بالنسبة للمدرسة المدرسة صعبة أكد سيدي الكريم كين الناس رأي تخدم تخدم في وضع هو المدير هو الحارس يقوم بكل هذه الأدوار هو من المدرسة تمشي به وما يخلص إلا بعد عام ولا عامين ماشي حالة ماشي زوج ماشي ثلاثة ماذا بي المشاهد الكريم يفهم هذا الوضع الجيد ينتقي 80 كم في اليوم يتقضى 20 ألف دينار ويقعد لسنة ولا سنة ونص ولا سنتين وما يتقضاش الأجر تاعه وكل هذه الصعوبات هو اللي يتبخ بيده للتلاميذ وهذا اللي لا حبيت أنوصله باختصار زيزوبر لماذا ترفض الوزارة إدماج المتعاقدين طبعا باختصار تكلمت لي سيد الكريم عن القانون أنا نقول باللي القانون عمره ما من الفرود القانون هو ليحمي الحق نعم يعني لما يوضع المشرع ويتصور الواقع ولا الحادثة ليتصورها وهذا معروف عند رجال القانون يوضع قاعدة عامة ومجرد وهذا معروف لما يوضع قاعدة على وضع معين ربما يستشرف أوضاع معينة ويوضع لها قوانين يعني أنه يتصور حقوق ويوضع لها قوانين نعم إذن بالنسبة لنا القانون هو اللي يحمي الحق وليس العكس لكننا نرى نذرع بالقوانين الحق روضايع ونحن حبينا نبرها بقوانين موجودة نعم وهذا هو الإشكال الكبير اللي موجود ندوس على قوانيننا وندوس على بعض القوانين سيد الوزير اعترفت بعده بأن المعرفة رهي 100% تكلموا بالقوانين إذن وضفونا القوانين السيدة الوزيرة تعترف بعظمة لسان هو أن الأيد هذه شجاعة لكن هي تعترف من مسؤوله هذا أمر سنعود للحديث عن هذه هاو الدوس على القوانين لما نتكلم عن القوانين لا نشوفه نصف الكاس الفارغ إذن نشوفه على الأقل المشرع ويحدث ككل نعم سياسامير قصوري هناك مفارقة أنتم في منظمة أولياء التلاميذ مصالح أبنائكم يعني مهددة لا تدريس لا تعليم وفي نفس الوقت تؤذرنا المتعاقدين نعم بعد بسم الله الرحمن الرحيم أقول وبالله التوفيق أولا الأخي خليني أعرج على ما قدمتم في التقرير تفضل نعم ما تقدمت به وزيرة التربية شيء خطير وأنا لا أحسبه اتهامات للأساتد الذين هم قدوة أبنائنا وإنما أحسبها اعترافات إنها تعترف بأن على عظمة لسانها أن الأساتد كلهم دخلوا بالمعرفة ونقولهم كولي تلميذ إن صح القول فمن عينهم هذه واحدة إن لم يكن قطاعها فالمتهم الأول هو القطاع وليس الأساتد الذي يدخلوا ثانيا والنقطة الأخطر لما لقبت الأساتد بالأمراض النفسانيين أو المرضى النفسانيين فإن صح القول فهذا أخطر من الأول وهنا سوف نقدم شكوى ضدهم إذا صح القول كم عدد هؤلاء المرضى النفسانيين لأن إن صح القول مرضى النفسانيين فقد عرضوا أولادنا للخطر يعني قرّوهم عن أساتد مرضى النفسانيين وهذا أخطر من الأول أما فيما يخص ما تفضلتم في بداية الحصة أن هذه الحركة هي سابقة من نوعها لأن قدوة أبنائنا ألوهم الأساتد تعرضوا إلى ظلم هو أيضا سابقة لآنها الآن ندخل لك في الموضوع لماذا نحن كمنظمة وطنية لأولياء التلاميذ ساندنا الإدماج لأن في مصلحة أبنائنا من غير المعقول أن الإنسان ينكر الخبرة ومؤازرة الأساتد مع أولادنا مدد خمس سنين ومن بعد نقول له روح ما تقريش وليدي أنت غير كفر لكن الوزارة عرضت على احتساب الخبرة كان يقاط في المسابقة أكيد نعم هل يعقل أن أستاذ يوالف مع أوليدي مع أولاد الإخوة المشاهدين ومن بعد نقول له جوز مسابقة هذا ليعقل إن كان غير كفر فلماذا تركتموه يدرسوا أبنائنا فهذا أيضا تناقض لهذا نحن نقول الحل أمثل هو الإدماج وإن تسنى لنا الأمر سوف نقترح حلا في هذه الحصة إن شاء الله نعم تفضل ربما بالحل نعم نقول وبالله التوفيق أليس مطلب الأساتد المتعاقدين هو الإدماج هذا أولا ثانيا أليس مطلب المسجلين هو إجراء المسابقة ثانيا ثالثا أليس مطلب أولياء التلاميذ هو اقتناء الكفاءة رابعا أليس مطلب الوزارة هو تقديم الخدمة أحسن للمنظومة التربوية نعم إذا جمعنا هذه النقاط الأربعة فسوف نعطي المقترح التالي أولا سامير نذهب نحو فاصل ثم نواصل للفكرة هذه مشاهدين الكرام فاصلوني شهري ثم نعود أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد تفضل لسي سامير كنت بصدد طرح حل الإشكال الحاصل بخصوص متعاقب المنظمة الوطنية أولياء التلاميذ ترحت حلا وسوف تعرضه على الوزارة هذا لكي نفضل نزاع وهذا الحل إنه يرضي كل الأطراب ومن يجحد بهذا الحل هو المن يحبشي لكل أولادنا تفضل نحن قدمنا التفسير في المنحر الأولى الآن نقدم الاقتراح أن يدمج جميع الأساتد المتعاقدين كما يطلبون هذه السنة مع إبقاء المسابقة والمترشحين الفائزين للمسابقة كلهم سوف يذهبون إلى تكوين أو تربص مغلق لمدة سنة في المعاهد التربوية ثم يدمجون في السنة المقبلة هكذا المدمجين لهم مطلبهم والمسجلين لهم مطلبهم وأولياء التلاميذ لهم الكفاءة لأن المسجلين لا عندهم تربص لا عندهم الكفاءة وأيضا وزارة التربية لم تتراجع عن قرارها ويكون المصلحة للكل هنا أحب أن أنبه شيء لكي لا يسيبونها السباية فيما يخص كما نقول قد يتحججون أننا في تقشف ولا يكفي المبلغ المرصد له نحن نقول الأساتدى المدمجين المعنيين من يكون تعاقدهم من سنة وفوق ونحن نعلم أن أغلبية الأساتدى هما من أسنة وفوق أما البقية لكل سنة فهذا يعني لا حرج يجوز المسابقة أما فيما يخص كفاءتهم فهم مؤطرون سابقا بالمستشارين وبالمفتشين ونحن نطلب أيضا تتبيتهم بالمستشارين والمفتشين هما يديروا التقرير بين قوسين بالنسبة لأستاذ الذي عنده 34 سنين أو عامين وهو غير كفاء فهذا بالإجماع سيد زروق عزدين إلى متى يبقى الأستاذ يتقاضى 25 ألف دينار ويبقى متعاقد لطوال سنوات هذا غير معقول وأنتم في أولياء التلاميذ على عكس في جمعية أولياء التلاميذ على عكس المنظمة ترفضون الإدماج بسم الله الرحمن الرحيم شكركم على الاستيضاء عفو الفرق ما بين أننا نرفض الإدماج ونرفض أن تداس قواني الجمهورية لكن إذا رجعنا معنا إلى 25 ألف دينار طبعا هذا قانون لا تسطيره ولا تبرمجه جمعية أولياء التلاميذ على فكرة قواني الجمهورية يتم إعادة سياغتها ويتم إصدار قواني جديدة في كل وقت تقريبا الآن الممكن هو أن الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ طرحت نفسها معنا كمحاور أو كوسيط بين هؤلاء المحتجين لهم أساتذة أبنائنا وأنهم كنوا لهم كل الإحترام ونتأسف الوضع المزري الذي عايشينه لكان سببته هو خلل في قوانين الوظيفة العمومة تشغيل وهذه القضية كنا نتمنى أنها لو تحل بطريقة حوار وطريقة تكون سلمية أكثر مما وصلت إليه نحن ضد أنه يزج بأساتذتنا ويدفع بهم إلى الحائط كما يقال ولكن القانون طبعا ليس قرآن لا يتحول ولكن الأوضاع تكيفنا ولا تتلفنا هذا القانون ممكن نغيره ما وش مشكلة مع أنها قانون بحق أنه كانت هناك كثير من مرات من مرات وتجوز عن كثير من القوانين لماذا هذه المرة بالذات لا نستمع إلى صوت العقل والحوار والتعقل ثم نمشي إلى هذا القانون ونغيره من أجل إيجاد حل الزامير في المنظمة لا تكلم على أمور ما هيش بعيدة مع أنت على الواقع وعلى العقلانية وهي أنه تكون هناك طريقة أدوات تدابير معينة لتجاوز المشكلة لأن أبنائنا هذه الأساتذة أنا أعلم ومتأكد بأن قلوبهم تحترق لأبنائنا لأبنائنا وهم أبنائنا كذلك الذين هم بعيدون على مقاعد دراسة وهم على مشارف الامتحانات الرسمية وهذا طبعا رح يعطل أبنائنا وني متأكد بأن قلوبهم تحترق من أجل هذا الوضع الذي رأم فيه الأبناء التحامل لأنهم هم يحبون أبنائنا ربما أكثر منا لماذا لأنهم عندهم كما قولوا المهنية لهم الخبرة ورأينا كثير من الأساتذة المتعاقدين ونقول هوا بكل صراحة ولا نجامل فلان أو علان كثير من المتعاقدين ممن أبلوا بلاء حسنا في التدريس وأظهروا نتائج لبأس بها وتلاميذتنا يقولون بأن الأستاذ فلاني ربما يقدم أفضل من الأستاذ مرسم لغير ذلك طبعا هذا لا ينقس من قيمة المرسم ولكن رأنا نقول بأن الأساتذة التي رأهم اليوم متعاقدين وراهم مع أنتهم رميين في الشوارع مع أنتها لهم الحق وعندهم قدرة وعندهم كفاءة مع أنتها مشي لازم نحرمهم هذه الكفاءة ونمنعهم هذه الكفاءة ولا نعدل مع هذه الكفاءة ورح نرميها عرض الحائط لا نحسب لهم الكفاءة وتحتسب الخبرة الميانية أما قضية القانون باش نقول هذا ما يجوز وهذا لازم يجوز مع أنتها هنا نوع من الإجحاف أنا أختلف مع أخي ولكن لابد من إيجاد صيغة أخرى ما شاف يوافقني الأخ الكريم صيغة أخرى بحيث يكون هناك عدالة اجتماعية هل تكون قلول أخرى؟ مثلا أنه تحسب الخبرة الميانية وهذه شيء لا بأس به مع أنتها بالنسبة مثلا ما نشعرف أنه إذا كان توافقت النقابات والأولياء التلاميذ والوصايا والوظيف العمومي على إيجاد حل بحيث أنه تكون هناك تجاوزات لهذه الأزمة بطريقة قانونية لماذا؟ لماذا نقول قانونية؟ كلمة قانونية لازم نعطوها القيمة نحن في 2016 ما نسمحوش كذلك لأي كان لعنده اعتماد وعنده تمثيل قانوني إلى غير ذلك يجي يقول نتجاوز قانون الجمهورية والأبناء التعناه يشوفوا اليوم بأن ممثليهم والممثلين المجتمع المدني يدوسون على قواني الجمهورية وهم أمثلين أبنائنا أن نقرره على القانون القانون هذا ندوس عليه والروح بالعكس نصيبوا طرق أخرى وصيغ أخرى بحيث يبقى أبنائنا يشوفوا في أساتذتهم مرجعية يشوفوا فيهم قدوة من حيث ماذا؟ من حيث احترام قوانين الجمهورية وإذا كان نقول فيه صحيح بالنسبة للأستاذ أقوله كذلك عن المسؤولين الذين هم في الوصايا وكذلك الذين هم في رئاس الحكومون في رئاس الجمهورية وفي الوظيف العمومي لماذا؟ سنوات من قبل ندوس وفي هذه السنة قال لا لا ما رأس شكرا قال لازم تجوزوا كذا واللي حب حب واللي ما حبش هل يعقل استمرار في التعاقد في قطاع التعليم والله إذا كان هذا قانون أنا ما نجيب ونقول لك هل يعقل لماذا؟ لأنني لست مشرع أنا وشعني أنا نشوف قوانين جمهورية يسنها باللغة من القطاع يعني يمكن تعطي رأيي في هذا الموضوع نعطي رأي التعاقد يكون في حالات معروفة عندها أربع حالات العطا المرضية المشعفنا معنا هناك حالات ولازم يكون هناك استنجاد لمتعاقدين لشغل المنصب لفترات معينة لكن المشكلة نحن اليوم بأن هذا التعاقد أصبح قريب الاستثناء الذي هو القاعدة إذن نحن ماذا بينا كذلك نتجاوز هذا الأمر أنا لا أرى كيفاش أستاذ وهذا طبعا شيء يخجيلني صراحة أن أوليدي قرأ أوليدي وما زالت قضى 21 ألف دينار وكذلك يعني بين قوصين هذه نقوله نحن كجمعية أولية تلاميين كثير من المتعاقدين لجأوا إلينا لنتدخل في المصالح الرواتب المالية باش ندافع لهم عن حقوقهم المالية وروحنا لمصالح المديرية التربيئة وهذه مع أنتها شهادة لا نريد من أحدين جزاء ولا شك تسيب حارس تسيب ما شعفنا موظف أستاذ يقول لك أنا نقرر لكم في ولادكم وما خلصونا ستعاوننا بشي خلصونا نحاول ولكن لما تهت توصل إلى حد معين تبقى هناك نظالات وتدابير أخرى لتعمل على تحقيق هذه المسائل شكرا لحبث نذكر وهو أن أبناءنا وأبناؤكم يا أيها الأساتذة راهم معنتها أساتذتنا أبناءنا في الشارع وأبناءنا على وشك الامتحانات نتمنى من صوت العقل أن يكون هو السائد والحوار ووجود حل هذه المشكلة لتكون حلاً نهائياً إن شاء الله نعم سيزو بير لماذا يرفض المتعاقدون احتساب الخبرة والله العظيم أنا راني حب أن نعقب على الأكلام من الآخر الكريم لما يقول نرفض أن تدوس قوانين الجمهورية هذا اتهام ضمن الأساتذة بأننا ندوس على القوانين نحن من نعلم القوانين أنا أستاذ ندرس القانون تالي ضمن الشعب تاعي بالنسبة قوانين تنص عن التوظيف لازم يعرف أنه ليس هناك قانون يمص على التوظيف بالتعاقد في قطاع التربية كيف الوظيف العمومي استثناء إمكانية اللجوء باستثناء لكن ما تخش قطاع التربية هكذا هو استثناء والقاعدة أنت جاوبت في خلال تدخلك جاوبت الاستثناء اللي ولا قاعدة سمعني سيزو بير أنت خلت على المسابقة المسابقة نتكلم كين مسابقة للتوظيف الدخول نهدر الدخول وكانت في البداية في الدخول المتعاقدين مسابقة لكن أمر واقع الذي رأنا أمامه هو أنهم موجودين متعاقدين بالآلاف في قطاع التربية اللي كان من فرود سيد الكريم ومثل الأولياء هو اللي دفع على مصالحهم نقوله فقط بأن إمكانية اللجوء في الوظيف العمومي إلى التعاقد في الوظيف العمومي ككل بصورة الاستثنائية هذا هو الموجود لم يكن قاعدة تنص على التوظيف لازم معاهد تكوين كان بيها تقول لازم نوفره معاهد تكون أساتذة وهذا ما لن نشده لو لننا اليوم عندنا استراتيجية تعتوظيف ونوضفه في قطاع التربية في الوقت اللازم نلقاوه العدد اللازم من الأساتذة المتكونين لا نتكلموش عنه تعاقدونها نتقول أنه وجود تصوير في القطاع كاين لم يكن استراتيجية التوظيف والسياسة العامة في التوظيف في الجزائر حبيتوا يتحملها قطاع التربية هذا وإشكالنا السياسة العامة المنقول كاين مليون تقدموا المسابقة هذا صحيح هذا حتى وإذا كان تقدموا فعلا مليون تسمى ملال بيطال لا شعلا عندنا هذا غير إطارات استدر ومتكون هذا المليون جاء كلهم عندهم شهد نعم فيه تنسيقية أسمح ليسيزو بير فيه تنسيقية نعم يستجل في قطاع التربية اليوم رامو ممكن عنده منصب عمل آخر منصب عمل وهذا اللي لا نهمله فيه لكن حبي يروح يعني يبدل للمنصب ولا إلى آخره إذن ربما هذا العدد نحنا لما نتكلم على مليون مليون فقط من شهادات إذن شحال هي بنسبة بيطالة سياسة التشغيل إخفاق في سياسة تشغيل في الجزائر لا يتحمل هاش قطاع التربية لازم نكونوا براغماتيين مع قطاعنا والأولياء أنتوا أكثر براغماتيين من المفروض من أجل أن تطالبونا بانتقال الأساتذة لأبنائكم من المفروض هذا اللي يدفعوا له أيضا سيد الكريم كان من المفروض الأولياء القمع الذي تعرض له الأساتذة القمع المعنى ومقول أنا نشكر الشرطة لحد اللي ربما البارح وللو البارح اللي ما ربما كانوا في المستوى نهدر على المستوى بدوى ولكن بداية من عندها في ليلة ما قبل البارح لما يبدأ القمع نقول ما هو قمع مادي يعني ما هو جسدي القمع الضمني من خلال السلوكات لما تقول الواحد وكان تخرج من الميدان ما توليش وعلى بالك باللي لما تقول الحاجات البيولوجية سيدي الكريم محل مساومة هذا عيب الحاجات البيولوجية محل مساومة يعني تتطر وزير داخلي يقول أنه تواجد تخرج وزير داخلي يقول أنه تواجد قوات الأمن هناك لحماية المؤتصمين قلت أنا قلت نشكر قوات الأمن إلى حد من خلال تعليمات تعليمات اللي يتنص أنك وكان تخرج ما توليش وعلى بالك تقضي حاجتك لازم تخرج هناك أصدار سيزو بير عفوا هي حرب نفسية معنوية على الأستاذ تصلت اليوم في جزائرين اليوم في ليلة عشية اليوم العلم هذا اللي قلنا نرفضه الاحتجاج من المفروض يكون محمي من الجامع يعني نفسيا طبييا إلى آخر ما يحتج واحد مظلوم ما يحتج لهذا السبب قلنا الاحتجاج سألتني على سؤال ما أوليش له بالنسبة للخبرة والخبرة هو مكسب من العمل يفات ماشي نديروا خطأ ومبعدا نصحوا الخطأ ومبعدا نقولوا بلي بلي أنا مدينا مكسب ولا تفاوضنا سيد الكريم ما كاش تفاوض حقيقي لما البالح كانوا يتكلموا على تفاوض وفد رفيع المستوى كأنها لكن ليجا هو ممثل في مديري التربية فعلا يتكلموا ما باسم الوزيرة لكن الاختراح الذي قدمه هو اقتراح قال لهم بالأروح واللي والخدم الخدمة تاكم يوم الأحد ونحن نحلكم المشكل يعني ما كاش نية في الحل الذي يأتي من السلطات المدرسة من الفروض تدخل تحل المشكل بما يخدم المدرسة الجزائية سنعود للحديث سيسامير أقصوري ألا تعتقد أن أزمة المتعقدين غطت قليلا على ما سمي بإصلاحات الجيلة الثاني نعم لا تسمح لي 30 ثانية وأعقب على الإكوة الحاضرين يعني في ذلك أولا يجب على الأخ المشاهد والأولياء بدرجة أولى أن يسححوا ما ينقل لهم فهناك تغليط للرأي العام في النقاط التالية أولا يقال أن الأساتد المتعاقدين يريدون الدوس على القانون وهذا خطط فمن يدوس على القانون فالذي يتحجج به أعطيكم على سبيل المثال تفضل وهنا سأتكلم بإسم الأساتد الدولي اسمح لي الأخير بنا معظم المتعاقدين هم من الابتدائي قرروا في الابتدائي وفي القانون تعالي الوظيف العمومي يقال الانتقاء ليس عن طريق المسابقة وإنما عن طريق دراسة الملف فمن يدوس على القانون هنا هذه واحدة ثانيا تفضلتم هنا أقولتم باللي الأولياء كان من المفروض أن يدافع يدافع أنا أقول من هذا المنبر والصور والرابورتاجات أشهدت على ذلك أن 38 ولاية المنظمة الوطنية أو تلاميذ قامت بمسيرات ومساندة الأساتد المتعاقدين في مصلحة أبنائهم هذه ثانيا ثالثا شهدنا أنه هناك ما يسمى بأن الوزارة قدمت تنازلات نحن أعلمون في المصطلح باللغة العربية كلمة تنازل هو عندما يقوم طرف بطلب شيء والطرف الآخر يتنازل له هنا كل ما النقاط التي وضعتها الوزارة ليست تنازلات وإنما مقترحات لأن ما طلب الأساتلة هو مطلب واحد الإدماج لكن وفد من الوزارة رفقة أولياء تلاميذ تنقلوا إلى موقع الاعتصام ولقوا الرفض التام من طرف المتعاقدين لا هذا ما سمعته من أحد أعضاء أولياء تلاميذ يعني وفد من طرف الوزارة ذهب لتفاوض في ميدان بودواو ولقي الرفض من طرف المتعاقدين عندما نقول تفاوض قال لي بالحرف الواحد لا ما استقبله ناش بارك الله اسمع لي الأخ بش الأخ المشاهد نستعملوا اللغة العربية على كل حال لما يقال تفاوض يعني تنسوا في طاولة وكل يبدي برأيه ويقدموا أفكار أما نقول التفاوض وتعالى لتسمع ما أريد أن أسمعك فهذا ليس تفاوض ولا تنازلات هذا شيء آخر الشيء اللي حبيت أن ننظر هو إجابة السؤال تاعة تفضل موضوع قلت أنه يمكن أزمة المتعاقدين غطت قليلا على الضجة الأولى التي سبقتها وهي ضجة الإصلاحات نعم أولا هي ليست إصلاحات وإنما إن صحت تعبير باللغة العربية تفضل على وزن صالح وطالح نعم لا نستطيع أن نكون إصلاحات كان بودنا حضور ممثل عن الوزارة تصلنا بهم لكن للأسف عندهم التزامات نعم مقدروا أن يكونوا معنا اليوم قضية قضية ما يزعم بإصلاحات الجيل الثاني أنا أرى أنه قد انشغلنا أكثر بقضية المتعاقدين وهذا حق المشروع لكن قبل القضية هذه أصدرنا بيان بيان صريح اللهجة وبيان بكل الشفافية وكنا شركاء في هذا البيان مع مختلف النقابات الفاعلة وهذا البيان ينص على الرفض التام كل ما هو يحاك ضد أبنائنا في بين قوسين بعيد عن الشفافية نحن كأولياء التلاميذ لسنا بيضاقوجيين أو لسنا خبراء في التربية لكن من حقنا أن نعلم ما يدرس لأبنائنا أو ما يحضر لأبنائنا وكل ما هو يحضر في الظلام هو بالنسبة لنا خطر لماذا كل ما يحضر في الظلام لماذا كل هذه التحذيرات لا تسدها الشفافية هذه واحدة ثانيا إذا تكلمنا على الجيل الثاني وإن شاء الله لا نشكر جين على الموضوع هذا لماذا تذهب الوزارة أو الوزارة الوصية لاستناد إلى المنظومة الفرنسية التي هي الآن يعني ما دون العشرين في الترتيب نحن كنا نرى نرى الإنسان المنظومة الخيرة لا نرى المنظومة الفرلندية لا نرى المنظومة الكورية لماذا نرى المنظومة الفرنسية التي هي بالذات شافت ويتتعلم من المنظومة جيرانها فيرلندا وسويسرا نعم يعني نحن لازم نروح هذه أولا ثانيا المنظومة الفرنسية هي منظومة فاشلة ونحن نرى المزنان تبعو فيها لازم نستقله فكريا نحن نادينا أيضا ليس بالنسبة للمنظومة حتى باللغة أنا أريد أن أصحح مفاهيم بالنسبة للجيل الثاني لما صرحت الوزيرة أنه 100% من الخبراء جزائريين هما لم يوسيوا البرامج أخي المشاهد عليك أن تفرق بين البرامج والمناهج نحن لا يخيفون البرامج لأن البرامج هي تكون بتوازي ومحصورة في المناهج الخطر أن تمس مناهجنا والخطر أن تعطى وتفرد علينا مناهج علمانية ومناهج بعيدة عن القانون التوجيهي الذي نطلب من الأولياء أن يشد عليه يعني كما يقولون بعشرة يشد عليه بعشرة الذي هو ينص على ثلاثة نقاط تفضل باختصار الثلاثة نقاط أول أن يخرج جيل متشبع بالمبادئ الإسلامية وهذا ليس مطبق حاليا أن يخرج جيل يستعمل اللغة العربية بطلاقة ويستعملها في شتى المجالات وهذا ليس مطبقا حاليا وهذا هو الفشل المنظومة ثالثا أن يستعمل اللغة العربية في شتى المجالات العلمية والأبحاث العلمية وهذا ليس مطبق حاليا إذن الإصلاحات يجب أن تمس وتراجع هذه النقاط وليس إصلاحات أخرى هذه السيسامير وجهة نظرك ربما فيه من يخالفك سيا عزدين مرئك في كلام السيسامير والله أنا لا أريد أن يكون الحوار تعنامتها تعقب على هذا يتعقب على هذا ولكن يكون تراكمي وبنائي تفضل معك بالنسبة لإذا كان نفس السؤال يطرح عليه فيما يخص البرامج إصلاحات وإذا الحادث يغطي علىها القضية نعم بصراح العبارة هذه الأمور الإدارية صح التعبير والتقنية والتسييرية إذا كان كل مرة كل سنة تعاوت رجعنا اللاكاز دو ديفا صحنا نغطيه على شيء مهم ألا وهو المناهج والبرامج وهذا هو شيء أساسي وهذا شيء يساف له لأنه هناك ضعف في قضية تسير تسير على مستوى الإدارة خاصة المحلية ربما نصيبه هنا لك نواية طيبة على مستوى الهارم بتاع الوصايا لتجديد وتحسين وتطوير المنظومة التربوية ولكن لما ننزله لتحت نصيبه وكذلك الإكتب هذا نصيبه المتعاقدي لم يدماجه وما نصيب بتاعهم كثير من الأمور الكتاب المدرسي كل هذه الأمور تراكم وتخلي التمدرس الجيد والحسن يتعطل قضية البرامج الجيد الثاني معتها شيء جامع معتها شيء يمليح وحاجة عادية جدا أن كل دولة وكل أمة تطور من برامجها وتمشها العصر بالعصر وهذا شيء معرف قضية الخبراء ربما زميلي ربما مش عرف أنها تساءل إذا كان حاضر في اليوم الإعلامي لداته الوزارة فيما يخص الإعلان والتعريف بالبرامج الجيد الثاني نحن كنا حاضرين والخبراء الجزائريين نذكر مثلا سي بالراح سي فعد الفاريد سي لصيف هذا أساتذة معتها من المكتب المسير للهيئة السيرية التنظيمية للبرامج كانوا حاضرين ومعنتها وعطاونا كل ما ينبغي أن يعطا لنا وأنا عندي معتها كوثيقة قضية البرامج الجيد الثاني معتها أنا كجميع وطني أولي التنميذ رأي موجودة عندنا لا اعتماد على خبراء فرنسيين نعم لا اعتماد على خبراء فرنسيين في هذه المناهج لا لا موجود خبراء فرنسيين حضروا في إطار معهدتها مع الدولة الجزائرية وما كانوا فقط في قطاع فربيا في إطار المناهج نجا 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 ولكن في المناهج أنا لما مثلني جيني فرنسي مثلني أعطينا الخبرة التاعو كجزائرين أدنى منه مستوى معنا نستعين بها أنا لا أرى في ذلك حرج لكن وخارج في هذه النقطة فقط لا نقول أنه نحن أدنى منهم هناك خبراء جزائرية يعني تصنع المؤجزات في الخارج لا لا اسمح لي تفضل لا لا الإطارة الجزائرية أنا قلت خبراء جزائريين أدنى في ماذا قضية السيار معنا تقول ليش باللي في نفس المستوى مع فرنسي سمح لي معنا نكونوش ديزيوتوبيس معنا نقول نحن نرى أنا خير مفاعد عمام نعم واحد يكون معنا نها يكون موضوعي معنا نها وانا لما مثلا دولة تطيني تجربة ترحة باش نزيد ننتقل ندينا الريولي باش نرتقي إلى أرضبة أخرى القضية التي معنا نتخوف منها وتخوف مشروع معنا نها أن تكون تدخل في إطار المناهج ونحن نعنى قانون توجيهي معنا نها يحدد الهوية الجزائرية والملمح التلميذ الذي تريد المدرسة الجزائرية إنتاجه وش هو الملمح؟ هو جزائرية وطنية الجزائرية الكتاب يكون من نصوص جزائرية أدبية جزائرية حسب التاريخ ونحن لعلمكم أن أول رومو في التاريخ هو سيتان رومو ألجيريا جزائري في الدولة النوميدية سيتان رومو هذا شيء مفخر للجزائر لماذا كل الأجناس عندهم سواء كانوا اشتراكيين أو ليبراليين أو أسيويين عندهم سواء الهوية الجزائرية نحن كذلك لابد لنا من مراجع أدبية جزائرية وهذا ما نحب ذلك هناك تحسينات ما نجموش في هذا المقام لكي لا نذكروهاش وهي أنه مثلا الكتاب الموحد الذي رأيه في طول الإنجاز مثلا قضية تخفيف ساعة الدراسة ربما هناك مغالطة فيما يخص إضافة ساعة فيما يخص اللغة الفرنسية نحن قلنا نزيد ساعة لللغة الفرنسية ونزيد ساعة لللغة الإنجليزية كلغة حية عالمية وهذا طبعا تبقى أمور مطالبة نحن لما نشوفه اليوم الإطار الجزائري الإطار الجزائري على العموم لا يتقن اللغة الفرنسية هذا الشي ancع لا يتقن اللغة الفرنسية ما نعم معناها لا تقن اللغة الجزائرية ونحن نعف بأن اللغات هي وسيلة تفتح على العالم هناك 10 ملايين جزائري يتكلمون الفرنسية بطلق 10 ملايين جزائري يتكلمون الفرنسية هذا شرف هذا شرف ليست نقمه لا التعلم اللغات لا لما لا اللغة لغة سمحلي ما كاين ماتين أشير مليون في العالم يتكلمون اللغة الفرنسية هذا شيء معروف كاين مليار وخمسميات إنسان تكلم بلغة إنجليزية هذا الأمور بأن اللغة الحية اليوم هي تقريباً كل العلمية للغة الإنجليزية لكن نحن كيما يقول لك مش نطلق مثل اللغة الفرنسية ونتبع ما في الغار أنا اليوم عندي اللغة الفرنسية موجودة نتحدث بها الأقل مع إطار الفرنكوفوني ولكن هذا لا يعني باللي أنه لما نتحدث عن اللغة الفرنسية سننسالخ وعلش بالنبي لما كان أديبا ومفكرا ويتكلم بالفرنسية هل إنسان عن وطنيته ألم يكتب كتبا حضارية ودرس في أكبر الجامعات العالمية كل علماء المسلمين جمعية العلماء المسلمين اليوم رأنا 16 ورين يحتفلوا بيوم العلم كثير منهم ربما كلهم يتكلمون اللغة الفرنسية بطلاقة بسلاسة وكانوا يحاورون الذين حاوروا فرنسا كيف حاورهم؟ حاورهم بالإنجليزية أو حاورهم بالفرنسية سعد حلب كل الذين حاضروا لمفاوضة فرنسا باش كلمون باللغة الفرنسية وأعجزوهم باللغة هذاك واقع وكان هذا واقع أنا علش تقول لي أين نبدأوا الإنجليزية نبدأوا من السفر لا لا أنا نكل عند الفرنسية أستغلها وأعملوا بها ومحبين أقول لك يا جماعة ما يندلوا الشعبوية ما يندلوا الشعبوية قال خلينا ولو أن الجزائريين ولو أن الجزائريين اختاروا تدريسة الإنجليزية في عهد الوزير السابق بن محمد فاصل ثم نعود أهلا بكم مشاهدنا الكرام من جديد كيف كانت نظرة المواطن لأزمة المتعاقدين هذا ما سنشاهده الأساتياد متعاقدين نحن لا يشوفون لهم المشكلة يوقفوا معهم يدمجوهم لماذا يجعلهم أكدك لأنهم يلقون لهم لأنهم يجعلهم أكد كثيرا لأنهم يجعلهم أكد كثيرا يوضحون بينا لأنهم يجعلهم أكد كثيرا ويناده يدخل في عهد الية عهد لم تخصص قوانين اللي تسهل هذا الأمر أنا منظم شواحد يكون يعني أربع سنين ولا خمس سنين حتى السنين هو يقري وما تقوله لازم جوز كونكور باشتربع أنا نشوف في هذا الأمر أنه فيها بنعميس هيا كما يقولوا شرعي سمعت من زوج سمعت قاعد الأسادي تالي راهم ديري الإضراب وسمعت من الوزيرة والشانتاج هذا مشي من حقهم سيطادر قال قال إدماج أوتوماتيك ولا ما كشرنا نديرو هذا شغل الانتحار هذا ورام سيطادر حبو يديرو سغل بيبليسيتي باش الناس تواسي معهم وانشو ان شاء الله يكون فيها حل ويكون فيها الفارج ولازم دايما يلقوا حل وسط يكونوا يلقوا حل وسط وان شاء الله ولادنا يقرأوا وورا يقرب نهاية السنة أهلا بكم مشاهدنا الكرام الجديد سيزو بير تبعتم أراء المواطنين وانتم اقترحتم الوساطة بين المتعاقدين والوزارة طبعا هي آراء تبقى آراء نحترمها نعم ونحب نوصل ثاني حوججنا وتوصل كما لازم الحال الناس هذي اللي رايطلب في التعاقد ما يش طلبوا مفارغ احنا عندنا تجربة كبيرة في القطاع راينا نقولوا بلي تثمين الخبرة مهم احنا ما ناشو وزارة تشغيل احنا وزارة التربية اذا تثمين الخبرة لأولادنا لأبنائنا هذا مهم لأنا عندي ولدي يقرأوا وماذا بي يقرأوا على الاقل ما قلناش ما عندهمش نقص في التكوين يبقى دايما نقص في التكوين لانا دايما نبقى نتعلم دايما نبقى الرصيد التجربة يزيد من سنة الى اخرى لكن دايما قلنا خير من واحد ربما يدخل للقطاع جديد لكن هذا ما يعنيش باننا حتى في مطلب نقابتنا حتى الاساتي اذا قلنا نخليه والمسابقة وفتحه المسابقة لانا القطاع يحتاج لعدد كبير ورح نقعه في نفس المشكلة في العام المقبل خاصة في غياب المعاهد اللي رانا في امر واقع غياب المعاهد التكوينية كم عدد المناصب المفتوحة المناصب المفتوحة المقدمة هي 25 ألف المقدمة هي 28 ألف المتعاقدين هما 25 ألف اللي يرهم في المناصب شاغرة تبقى 3 ألاف لمليون مترشح ربما مثل ثلاث هذه حتى ربما محسوبة على الأقل رحي موجودة أصحابها نهدر علىها بالنسبة للمترشح الآخر يمكن زيده 20 ألف أخرى ولا لأن العام المقبل رح نبقى على التعاقد المشكلة أنه التوظيف رح يكون يكون حتى ولو أدمجوا هذا رح يكون توظيف آخر بالتعاقد يعني نبقى ونجتر المشكلة هذا التعاقد من سنة لأخرى عبر سنوات هل هناك توازن بين التوجه نحو التقاعد وبين التوظيف توازن في العدد ممكن يكون توازن يعني ممكن يكون تقريبا نفس العدد الذي يروح في كل تقريبا يكون ما عنديش الإحصائيات الدقيقة لكن ممكن يكون فقط تكلمتلي عن الإجراء القانوني هو إجراء قانوني بشيفها من المشاهد الكريم بأن هذا الإجراء أن المتعاقدين اللجنة الوطنية المتعاقدين طالب التفعيل وهذا نولي سؤالك من قبل لما تكلمت على الرفض لازم يعرف الجميع المشاهد الكريم بأن الأساتي المتعاقدين ما رأى مش يرفضوا المقابلة والإشكال الكبير كيفاش يكونوا مع الوزيرة في حد ذاتها المسؤولة الأولى على القطاع بعد ساءات تبعث وفد مفاوض لي تسويق صورة بأن هذا الناس ما همش تعتفاوض أنتم أبدايتم ما أجزت عنه الوزيرة على مستوى هل يمكن لي مستشار ولا مع احترام كل المسؤولين تلك القطاع هل يمكن لي مدير ديوان أن يحلو قبل ساعة كانت هذا يوم من هالي جههم الوفد قبل ساعة كانوا مع الوزيرة بعد ساعة بعثت الوفد حتى كأنه يبلغ كل الأساتي ذا لأن الممثلين قالوا طعنوا في مصداقيتهم حتى الوفد طيب الآن أنتم الأمس وافقتم على الوساطة هل تلقيتم اتصالا متصلتم أنتم بالوزر بحق الامر جدا حتى نفهم الإجراء هو إجراء قانوني موجود في قانون العمل يعني عندما تنس体 انسيدات يمكن اللجوء إلى الوساطة ومدياتي وكOffز التحكيم وكون المصالحة إذن هذا الإجراء هو إجراء قانوني موجود في قانون العمل المسعد يبينهم بأن نحبنا نحل وإذن هما قال لتفعيل الإجراء القانوني الإجراء هذا يطلب بأن يقترحوا وسط يعني بعض النقابات وتنازلوا حتى عن نقابة كانت بشاركة وتنازلوا باش ما تكونش عقبة النقابة لا تمثل الوزارة من المفروض أن الوفد المفاوض يكون من طرف الوزارة الوفد المفاوض يعني الطرف هم المتعاقدين مع الحكومة نعم نعم الجهة الوصية المهم المفوضة على الحكومة اللي يتكلم بس بهم والوسيط هذا هم قبلوا بالوسيط شكون هو قال نقترح عليكم النقابات النقابات ردة البارح في ندوة صحفية ردة واش قالت قالتنا أنا قابلين لازم قابل الوسيط يقبل któryله أولا قبل ذلك الكورة رهي في مرمى الحكومة اللي في مرمى أنها ممكن تقبل الإجراء أولا لازم تقبل الإجراء يعني باش تفعلوا تقبل الإجراء قانوني تفعلوا واثنين تقبل الوسيط هذا اللي منثل في النقابات يعني كم لا تقبلوش يبقى الوسيط متعون فيه إذن لازم يعودوا إجراء قانوني لحل حالة الوضع يعني ممكن نملك من الرشادة ونملك من العقل ونملك من اللصاجاس أننا نقابات عندنا مسؤولية نقدر المصلحة إذن لما اختارونا إذن نحن في مستوى هذه المسؤولية إذن نطالب فقط نحن تقبلنا هذا الاختراح لما تقبلناه نتمنى وإن شاء الله يكون مخرج هو مخرج قانوني مخرج بالنسبة للتوظفه ونتمنى حتى ويكون قرار ما عندنا مشكلة كلي يواصل طوله نتمنى أنه يكون قرار حكيم قرار ينظر إلى مصلحة الجزائر قرار ينظر إلى مصلحة التلاميذ مصلحة تمدرس تلاميذ لحل حالة الوضع وما يهمناش كل يكون شكرا لك سيزو بير سيسامير رغم كل هذا 90% من المتعاقدين قدموا ترشوحهم للمسابق نعم ربما عندك تعقيب على ما شاهدنا في عراء المواطنين سريعا هناك نقاط حبيث تنبيينهم أولا نحن نجدد مقترحنا الذي سمعتموه في هذه الحصة نعم كحل نعم كحل ثانيا نحن كمنظمة وطنية أولياء التلاميذ الآن رسميا نقترح أن نلتحق كهيئة للوساطة مع الإخوة النقابيين وإن رفضوا مقترح النقابيين كوساطة نحن كمنظمة وطنية نقترح أيضا أن نكون وسيط مباشر هذا ثانيا ثالثا قضية الرأي العام لكي يعرف الإدماج أخي المشاهد أنسى الإدماج للمتعاقدين الأساتذة لكن شوف النفسك لكي لا تكون الأنانية تخيل أنك الآن متعاقد وكل سنة يقولون لك لكي تدمج في العمل سنة العمل جاي وانترك صابر في التعاقد حتى يمر عليك خمس سنين لما يمر عليك خمس سنين وانت عندك أمل في التعاقد يقولون لك أنت وهذاك الإنسان الجديد في مجال عملك تروح الجوز مسابقة هل ليس هذا إجحاف في حقك أنت فإذا كان إجحاف في حقك أليس هو إجحاف للأساتذة الإنسان يشوف روحه لا يحب أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذاك الآخر سيسامير بارك دائرة تنسيقية فيها يقال أنه فيها 700 ألف مترشح ضد إدماج المتعاقد التصريح الذي داره رئيس الديوان الذي قال بي 93% البارح من متعاقد يسجلون نفسهم والله أنا تبعته وحبيت نجتهد فسطره أنني ضعيف في الحساب والله أعلم الأخ المشاهدي يقدر يحكم يعني حكم 93% يعني كيف يخرجوها لما نسمع أنه هناك 25 ألف من المتعاقد رأيهم يعني رفضي الإدماج هم بعد نسمع تصريح في النطاق الآخر أنه كاين 20 ألف قاموا بالتسجيل ثم تأدي نسبة مئاوية تقول أن هناك 93% من المتعاقدين سجلوا أنفسهم فأنا أطرح سؤال لمدير الديوان بالله عليك علمني كيف أجدرت الحساب ديالك هذا برك هذا ما كان لأنني وجدت نفسي أنا ضعيف في الحساب أنا وإخواني هذا تخليط للرأي العام شكرا سي سامير سي الزر قاسدين الوزارة في كل مرة تتحدث عن إصلاحات والوزيرة تتناقض في تصريحاتها حتى نكتشف أنه في تصريحات المستشارين الفرنسيين أو حتى وزير التربية الفرنسية تتحدث عن تعاون وثيق بين وزارتها والوزارة الجزائرية كنت تكلمت على قضية الخبراء الفرنسيين الذين الجزائر طبعا عندنا ملاحظات فيما يخص خبراء ما عندها ما هو مجال بشينا نذكرها اليوم ولكن ما عندها التعاون الوثيق أو غير الوثيق فيما يخص هذا المجال نحن لا نستنكر الاستعانة بالخبراء الأجنسيين لماذا لا نذهب نحو من هم أحسن منه الفرنسيين إذا كان الخبراء جاءوا في إطار اتفاقية مسبقة فيما يخص وهذه الاتفاقية كانت أدريجة مع رئاسة الجمهورية الله أعلم والحكومة في عدة قطاعات مثلا في الصحة في الباريد في الاتصال ما عندها ما يش خاصة فقط بقطاع التربية ولكن ما نطالبه لما نجي إلى صلب الموضوع ونقول لهذه الخبراء جاءوا في قطاع اتفاقيات مسبقة خالصين مسبقا اليوم نذهب مباشرتين إلى صلب الموضوع ما هو هو ميزانية قطاع التربية نتكلموا على حاجة مع أنتها حاجة والميزانية التي يقولون باللراهي في المرتبة الثانية بعد ميزانية وزارة الديفاع هذا لا يقنعون لماذا لأن إذا كانت الميزانية هذه تصرف في الرواتب وفي أدوة الصيانة والإصلاحات لغير ذلك نريد أن تكون الميزانية أكبر بحيث أن يكون الخبراء عندهم القدرة بشيروح يديروا تربوسات ولا استقدام خبراء من فينلندا كما قال الأخي الكريم ومن كوريا ومن اليابان ومن تركيا من الدول التي برهنت المنظومة التربية بأنها أنتجت إطارات أكفاء وعندهم قدرة على التعامل مع الوضع الحضاري للحديث هذا هو أما هذا المشكلة الحقيقة الذي هو يروح مباشرة طيلاً سيدي أطيني ميزانية هاي ونجيب لك أحسن خبراء من فرنسا ولو كل فذلك دعنا نعود إلى موضوع المتعاقدين فقط لا تعتقد أن الاشتراط المستوى في اللغة الفرنسية في المسابقة هو دليل على كل هذا وربما المتعاقدين يمثلون خطر على هذه الإصلاحات والله هذا كلم غريب يعني صراحة لما نجي نقول جازين نقول له لازم تهدر غير العربية لكي تقرر خطيرة خطيرة جدا في الوقت الجزائري في وقت فرنسا كان يتقن يقرأ الفرنسية وينافس لأبناء المعمرين ويروح للمدرسة القرآنية المدرسة الأصلية ويكون عبقري وعلامة ما قلت لك قلت لك إطارات جمعية علامة المسلمين يتكلمون اللغات مولود قاسم نيت بالقاسم رحمة الله عليه ما يتقن من اللغة واليوم نجي نقول للأستاذ اللي قرر وليدي لازم ترغيب العربية سيقراب واش رانا نقول نعم هذه معنتها تكريس للرداء التعليم أنا لما نطالب باللي أنا يا أخي امتحني غلف العربية والمشاعفان الشاوي امتحني غلف الشاوي ورانا رايحين ورانا رايحين هذا الطرح هذا الغير معقول ونحن بدورنا نريد أن يتحدث الجزائري العربية والفرنسية والإنجليزية وحتى الألمانية وحتى الألمانية وقت البرنامج انتهى في كلمة ختمية سيزوبير كلمة ختمية إن شاء الله قبل ما الكلمة الختمية ماذبية بالنسبة الكين وحتى المغالطة هو 700 ألف اللي يتكلموا عليها نعم اللي راح ينتحوا منها هم 20 ألف 20 ألف مثلوا 3% كفانة تسويقا لأحلام كاذبة راكم تمدوا الأمل راكم تبيعوا وتسوقوا في الأمل للناس 680 ألف ما يخدموشهم بعدها إذا كان راكم تهتر على 680 ألف لهذا الكلام اللي ما عندوش أسس نعم نتمنى إن شاء الله هذه الأزمة تلقى الحل التحان قريب إن شاء الله عندنا ثقة في مسؤولين بأنه يقدروا الوضع هذا التعفل للوضع يقدروا بأن الأستاذ راهوا في الشارع في هذه المناسبة الكريمة واللي عندها في المخيلة تعمل مجتمع الجزائر قيمتها إذا على الأقل ما يحطموش الصورة على الأستاذ ويخرجوا بصورة مشرفة وأملنا فيها إن شاء الله سيسامير تفضل والله أنا كلمة أخيرة يعني أغتنم وأوجهها لوزير الداخلية لأن حسب وسائل الإعلام أمر بفضل الاعتصام وأنا أقول من هذا المنبر سيد الوزير إن كان لديكم حق القوة لفضل الاعتصام فإن الأسادد متعاقدين لهم قوة الحق في مطلبهم ولهذا نطالب منكم الرفق بهم حتى تحق مطالبهم لأنهم قدوة لأبنائنا شكرا سيسامير تفضل نرسل نداء إلى الذين تحترق أكبادهم وقلوبهم على أبنائهم منقش أبنائنا أبنائهم اليوم رأهم هجروا مقاعد دراسة ورأهم على أبواب الامتحانات أتمنى لكم سيدة الأساتذة والمسؤولين على أعلى قمة في الهارم أن ينظروا إلى هذا الوضع وليس يضيعون سنة دراسية كفانة تضيع لسنوات دراسية وأبنائنا والله أراهم سندين هذا المطلب الشرعي لكن نتمنى يعود إلى المقاعد دراسة ونحن كجمية وطنية لولي التلاميذ نزلنا إلى بودوا ورفضوا الأساتذة إذا تحاولوا معنا لا أدري لماذا نتمنى لهم إن شاء الله يسمعوا الصوت العقل ونصلوا إلى حل يفرح الجامع وقضيتهم في قلوبنا شكرا سعر دين ونشكر الإعلام الذي عنده دور كبير لأن المهنية تقتضي الإنحياز للحق نعم شكرا جزيلا الله يسلمك زبير مشاهدين الكرام ختموا الحلقة نلتقي الأسبوع القادم هذا عبد الرحيم خلدون يحييكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة